الحكومة الايرلندية اعلنت بشكل مفاجئ عن برنامج اجرة مميز جدا جدا عبر الموقع الرسمي لايرلندا النهاردة هنخش مع بعض وهنتكلم بالتفصيل وهنشوف طريقة التقديم وهكون معاكم خطوة بخطوة بحيث ان احنا نقدم وان شاء الله نتقبل في السفر الفرصة دي صحيح متاحة دلوقتي بس الله اعلم هتنظر موجودة قد ايه فرجاء لو حضرتك مهتم بان انت تسافر وتعمل هجرة في اي دولة اي جنسية مهما كان سنك مهما كان نوعك مهما كانت بلدك تقدر تقدم بس سارع في التقديم بسرعة قبل ما الفرصة تروح اوعى تستنى حاجة يلا بيه لاتخش نشوف الفرصة بتاعتنا النهاردة ما تنسوش لايك شير سابسكرايب ولو حضرتك تتابعني اكيد هتفتكر ان انت تصلي على سبن النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية قبل ما نبدأ كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة احنا حابين ننويه ونقول ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنختار بشكل عشوائي عشرين واحد من متابعين اللي هعملوا لايك وشير وكومنت وان شاء الله هنساعدهم في التقديم بشكل مجاني بسم الله الرحمن الرحيم بوس يا سيدي مبدئين كده اسم الموقع اهو الموقع ده الموقع الرسمي الخاص بدائرة الهجرة الايرلندية او لما نخش هنلاقي الموقع قدامنا بالشكل الموجود ده هنبص هنلاقي ابدأ الان الاخبار والتحديثات واتصل بنا مرحبا بكم في دائرة الهجرة الايرلندية قالك هنا يا سيدي ما وضعك فقدامك ثلاث اختيارات اول واحد انا في ايرلندا ولكن ظروفي تغيرت تاني اختيار انا في ايرلندا تالت اختيار اود المجيء الى ايرلندا احنا لما ندوس على كل اختيار هنزلنا للمكان بتاعه لو كان منا الاخر كده احنا خلينا اود المجيء الى ايرلندا اود المجيء الى ايرلندا من اجيب انضم الى العائلة ولا عاش اللي هي المعيشة في ايرلندا ولا درس اللي هي الدراسة في ايرلندا ولا العمل ولا زيارة احنا طبعا هنختار اختيار العمل نمشي بقى مع بعض واحدة واحدة بوس يا سيدي هو بيقولك استكشف خياراتك اول حاجة اذا كنت ترغب في العمل في ايرلندا وكنت مواطنا من خارج المنطقة الاقتصادية الاوروبية غير سويسري فستحتاج الى الحصول على تصريح عمل ساري المفعول او اذن عمل غير نمطي اولا لاعتماد على جنسيتك قد يطلب منك ايضا التقدم بطلب الحصول على تأشيرة يجب عليك بعد ذلك التقدم بطلب الحصول على الاذن ذي الصلة ده لو كنت حضرتك بتخطط للبقاء لاكتر من تسعين يوم احنا طبعا بنخطط للبقاء اكتر من تسعين يوم اجي يقولك ما هي خياراتي ماذا علي انا افعل بعد وصولي دليل الاستخدام ونظام التأشيرة ما خيارات تأشيرة العمل الخاصة بي والاسئلة الشائعة احنا هنخش ما هي خياراتي للعمل لايرلندا بص يا سيدي صلي عنها قالك هنا في عندك نعيم الخيارات اول واحد العمل لاكثر من تسعين يوم تاني واحد العمل لمدة تقل عن تسعين يوم طبعا احنا هنختار العمل لاكثر من تسعين يوم العمل العام والتدريب بص يا باشا كل دي كل دي وظايف مطلوبة في ايرلندا تعال بس الاول انا عايز اقلبها لك وقق استعد بس عربي فكي انجليش اي اكسبت طيب بس نشوصل في اللغات هنا طيب هو احنا مش معانا عربي فهنا بيقول لك ايه هم يدوروا على موظفين بشوية مهارات معينة والمهارات ديات موجودة هنا يعني احنا لو بصينا ونزلنا تحت كل دي كل دي وظايف مطلوبة وبعدين باكتوتوب طيب أنا عشان أحصل على وظيفة وليكن مثلا نيرسينج مثلا قطاع التمريض هدخل على موقع هتلاقيني سيبهولك تحت في الشرح قاد الموقع هنا بيقولك اختار المدينة اختار الوظيفة بتاعتك هكتب هنا مثلا في السر تعال مثلا نقول له ان احنا هنكتب رجستد رجستد نيرسي تمام هنا طبعا السلري طيب أنا هقوله اني الجوب طيب هقوله اول الريسيرتر طيب هقوله برضو اني وهبدأ هقوله سيرش هايبدا زي ما احنا شايفين كده بيعد معانا بروسينج الريكوست فورسي بيش داد انت رفريش كاي هو طلب مني ان انا معاملش رفريش للصفحة طبعا كل دي كل دي وظيف مطلوبة في ال نيرثينج بس نيرثينج اللي هو التمريض يا جماع وبصوا لسه في صفحة التانية التالتة وكمل على هذا القبيل هنبدأ نختار ونقدم بص هنا بيقولك ايه الانوال بتاعنا at least يعني انت تختار at least 10,000 يورو at least 100,000 يورو at least على حسب هنا الانوال وهنا الdaily هنا ال powerly اللي هي الساعة بتاعتنا طبعا ايك نخذناه في الانوال احسن احنا مش هنحدد كل ده احنا هنطلوب وخلاص او احنا هنقدم وخلاص هنخش نختار اي وظيفة مثلا انت على هنا تمام هنا بيقولك يا سيدي الانوال بتاعك ما بين 49 920 920 انا حوالي خمسين لاتنين وستين آآ الف يورو دي وظيفة مطروحة من اربعة ايام طيب اوكي هنا هو انا عايز بيقولك الموصفات اللي هو ما عايزينها الكونتكت اللي هتكلمه او اللي هيشوف رسالتك الاتش آر مانيجر اوكي انا عجبني ده هقول له apply هيطلب مني ان نعمل آآ account هعمل account اول خطوة انا طبعا عشان خاطر مش تمريد فمش عارف او مش هقدر ان انا قدم لكن احنا ممكن نطلع live ونقدم مع بعض ان شاء الله برضو خليني انبه تاني ان شاء الله انا هطلع live مع الناس وهنقدم لعشرين واحد آآ هنختارهم بشكل عشوائي من الناس اللي متابعيننا في القناة اللي هيعملوا share وهيعملوا like وهيعملوا comment للفيديو ده ان شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع وبالنجاح للجميع بعد اما خلص هيقول لي apply والسي في apply وده والسي في طبعا لازم حضرتك تقدم السي في بتاعك هيطلب منك تحت تكتب البيانات بتاعتك your details اسم حضرتك ال high level في ال education اعلى حاجة وصلت لها في الدراسة اخر وظيفة اشتغلتها اخر salary اخر راتب اخدته ال profile reference بتاعك وبعدين هيقول لك اسئلة زي مثلا انت عايز تشتغل في ايرلندا طب انت موجود في ايرلندا طب انت عندك وسيلة نقل لو موجود في ايرلندا طبعا انت بتجاوب على اسئلة بكل صراحة بس يا سيدي بعد ما خلصت ده وبعت هتقدر بموجب قائمة المهن المؤهلة دي المشاريع والتجارة والتوظيف اللي هي تابعة المشاريع والتجارة والتوظيف تسافر ايرلندا بكل سهولة اشتغل في ايرلندا بكل سهولة اشتغل في ايرلندا بكل سهولة اشتغل في ايرلندا بكل سهولة